اشتركوا في القناة لزهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يزنبون فيستغفرون الله فيخفر لهم علمت ان الله سبحانه لم يقدر الزنوب على بني آدم وانما جعل لهم الحرية والاختيار وعندما كرأت الجزء الاخير من هذا الحديث حصل للتباس فهل معنى الجزء الاخير اننا لو لم نزنب لجاء الله بقوم يزنبون اي يكتب عليهم الزنب فوقع منهم ام لا تفسير اخر وما هو شرح الحديث وهليقصد به اننا لو لم نستغفر بعد الزنب لزهب الله بنا وجاء بقوم يزنبون ثم يستغفرون هنا في حديث لرسول الاسلام اللي قاله فعلا غير والاجابة كمان اغرب وهنشوف الحديث الاول بيقول ايه والذي نفسي بيده لو لم يزنبوا لزهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يزنبون فيستغفرون الله فيخفر لهم وخلينا نشوف هما جاوبوا قالوا ايه بعدما قالوا الحمد لله والحاجات دي قال اما بعد للتعدية كما في قوله ولجاء بقوم اي لازهبكم وافناكم واصهر قوما اخرين من جنسكم او من غيركم يزنبون اي يمكن وقوع الزنب منهم ويقع بالفعل عن بعضهم فيستغفرون الله اي فيتبون او يطلبون المغفرة مطلقا فيغفر لهم يعني الكلام ده بيقول ايه لو لم تزنبوا لزهب الله بكم يعني افناكم وجاب ناس تانية مكانكم من نفس جنسكم او حتى مش من نفس جنسكم يزنبوا ويطلبوا المغفرة ويغفر لهم وخلينا نكمل الاجابة فيغفر لهم الاقتضاء صفة الغفار والغفور ذلك يبقى هنا بيقول ايه ان من اسماء الله الغفور وهو اسمه صفة في نفس الوقت يعني مثلا يعني ايه اسمه صفة يعني واحد اسمه كريم هو وكمان اسمه كريم وصفته كريم في نفس الوقت فالله اسمه غفور وهو صفته غفور فهنا بيقول ايه فيغفر لهم الاقتضاء صفة الغفار والغفور ونكمل الاجابة اللي فيها اصلا في شكلة بيقول ايه ولذا قال الله تعالى استغفروا ربكم انه كان غفار سورة نوح عشرة ولإستلزام هذه الصفة اللي هي وجود المعصية في الافراد البشرية والمعنى لو كنتم معصومين كالملائكة لزهب بكم وجاء بمن يأتي منهم الزنوب لألا يتعطل صفات الغفران والعفو يعني ايه كلام ده الكلام ده طبعا خطير جدا بيقولك ان استلزام هذه الصفة اللي هي اللي هي صفة الغفران يعني طالما في صفة الغفران لازم يكون فيه محصية من البشر ولو كانوا البشر معصومين زي الملايكة لزهب بهم وجاء بمن يأتي منهم الزنوب ليه بقى؟ لألا يتعطل صفة الغفران والعفو ونركز بقى على الكلمة دي لألا يتعطل صفة الغفران والعفو يعني ايه؟ يعني الصفة دي هتكون ايه؟ معطلة فالله كده هيكون عنده صفات معطلة مش هيعجبه كده يعني فيروح يفني الناس اللي مش بتزنب ويجيب ناس تزنب علشان يشغل صفة الغفران هل الكلام دي أصلا يعقل؟ لألا يتعطل صفات الغفران أو صفة الغفران؟ فكر يا مسلم لو صفات الله معطلة ومحتاجة بشر لتفعيلها ده يكون اله ناقص وده ينطبق عليه طبعا باقي الصفات زي مثلا الشاكور والرزاق وإلى آخر الصفات الأسماء والصفات اللي هي توحيد الأسماء والصفات ونفس السؤال كمان راح لموقع ابن باز وشوفه معايا السؤال قال ايه في موقع ابن باز المستمع فواز محمد زياد من مدينة مهد الزهب متوسطة ابن القيم بالمهد بعث يسأل ويقول قال رسول الله والذي نفسي بيده لو لم تزنبوا لزهب الله بكم ولجاء بقوم بغيركم يزنبون فاستغفرون الله فيخفر لهم اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله وخير الجواب بيقول ايه معنى الحديث أن الله قضى في سبق علمه أنه لابد من وكوع الزنوب حتى تصهر أثار مغفرته ورحمته سبحانه اسمه التواب الغفور والعفو لأنه جل وعلا قال لو لم يكن هناك زنوب لم يكن لمعنى العفو سبق بقضاءه وعلمه أن الجن والإنس يزنبون فيطوب الله على من تاب ويحفر الله لمن يشاء ويعفو عن من شاء يعني ابن باز جاوب نفس الإجابة حتى تصهر أثار مغفرته ورحمته سبحانه واسمه ايه التواب الغفور والعفو يعني المشكلة مش في البشر المشكلة أن الله عنده صفة الغفران ولو في البشر أو البشر مش بتزنب الصفة دي هتتعطل فيقول إيه والذي نفس بيده لو لم تزنبوا لذهب الله بكم ولجاء أبو كوم وغيركم يزنبون فيستغفر الله فيستغفرون فالله يغفر ليهم وأنا طبعا في آخر الحلقة بسيب سؤال إيه السؤال؟ أنا بسأل سؤال لو صفات الله معطلة ومحتاجة كائنات علشان ما تتعطلش وتبقى يعني فعالة مش كده بيكون إله نقص وتابعوني في الحلقة الجاية من سينو جيم وألتقي بكم بالحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر